منذ لحظات فاز النادي الاهلي على امبي اتنين واحد في مباراة مجنونة في مباراة فيها كل الاثارة الممكنة تقدم امبي بهدف في الديئة 76 لمصطفى شلبي وتعادل علي معلول للنادي الاهلي في الديئة 95 واضاف علي معلول هدف الفوز للنادي الاهلي في الديئة 97 الاهلي اليوم فاز على امبي في مباراة مثيرة شهدت بطاقة حمراء لنادي امبي مع اللحظات الاخيرة شهدت اول كان شهدت كرات طولية للنادي الاهلي كرات معلقة من النادي الاهلي ودفاع منطقة واضح جدا لامبي استحواز 70% للنادي الاهلي مقابل 30% لامبي شهدت التاني اختلف الامر نسبيا تقدم امبي تخلى نسبيا عن الدفاع المتأخر وتقدم بالدفاع للامام فكان في بعض الهجمات على النادي الاهلي في بعض الاستحواز على النادي الاهلي الى ان جاءت هذه الكرة السابتة لنادي امبي امبي للمباراة الثالثة على التوالي تفوق رائع وكبير جدا في الكرات السابتة مدير فني قاعد على الدكة بيفكر بيدرب اللاعبين على الكرات السابتة النهاردة شفنا مع الكرة السابتة الامبي كابتن حلم تولان بيشاور على مصطفى شلبي هو اللي يشوت وابوكا كان بعيد عن الكرة رجع على الكرة قرب لها شوية فتح خط او فتح الحيطة بتاعت النادي الاهلي الحيطة البشرية اللي كان عاملها النادي الاهلي النهاردة وقدر مصطفى شلبي يسجل بربع وكان موفق في هذه الكرة عمل امبي كرة ثابتة ابوكا سجل منها في مبراطم كل عرب وقبلها في نادي الزمالك والنهاردة مصطفى شلبي بيعملها مع النادي الاهلي تلات مباراة على التوالي ده التفوق بالنسبة لامبي النادي الاهلي اللي قدام حضراتكم ده علي معلول عمل يمكن واحدة من اقل مبارياته على الاطلاق منذ انضمامه للنادي الاهلي دفاعيا وهجوميا ما كانش علي معلول النهاردة ولكن عشان هو علي معلول عشان هو شخصية علي معلول عشان هي خبرات علي معلول قدر حتى هو في اقل مستوياته انه يسجل هدفين في منتهى الاثارة الممكنة في الدقيقتين 95-97 ده اللعب الخبرة ده اللعب اللي عنده شخصية خد بالك انه فيه لعبين ممكن ما يبقاش عندهم نفس شخصية علي معلول لو حسوا ان هما مش في مستواهم النهاردة لو حسوا ان الكرة مش متوعاهم النهاردة لو حسوا ان هما خارج المود النهاردة مش هتلاقوهم في الوضع اللي كان فيه علي معلول في الكورتين علي معلول النهاردة كان رائع ومميز وزي ما قلت انبي كان متفوق وكان تيكتيكيا رائع مع الكابتن حلمي ترون النفس اللي حصل في مباراة الزمان كان بيحصل النهاردة في مباراة الاهلي اداء تيكتيكي منظم جدا بلا اخطاء تقريبا اخطاء نادرة جدا لانبي انبي كان عامل مباراة تيكتيكية في الشوت الاول وفي الشوت التاني في منتهى الروعة هي الدقيقة الاخيرة بس اللي غيرت كل الامور هتكلم بقى بعد شوية على الاداء الفني للاهلي احنا قلنا الاهلي نهاردة كسب في مباراة مصيرة جدا وهتفرق معا معنى وين جدا قبل المباراة النهائية امام الوداد ان شاء الله لكن فنيا لا عشان ما يبقش اسمنا غيرنا كلامنا بهدفين جنب في اللحظات الاخيرة فنيا الاهلي للمباراة الخامسة على التوالي بيقدم مستوى احيانا بيبقى هزيل جدا فنيا سواء على المستوى التيكتيكي والفني من على الدكة او حتى على المستوى الفردي لكثير من اللعبين عشان كده حييت انبي رغم الخسارة وننتقد ونشير لاخطاء الاهلي اللي هكملها